لا يختلف اثنان على أن سياسة الأموال الطائلة التي تعتمد علي مختلف بطولة الخليج هي أبرز الأسباب التي تدفع بأي لعب للالتحاق بها رغم إنكار المعنيين في كل مرة مغرايات مادية كانت في السابق تعني اللاعبين الذين يشارفون على إنهاء مسيرتهم الكروية ولكن الآوينة الأخيرة سجلت هبة جزائية نوعية سواء فيما يخص اللاعبين الجزائريين الملتحقين رسميا أو القريبين لذلك لعب مولودية وهران ووفق سطيفة السابق محمد بن يطو آخر الأوراق الجزائرية الساقطة على أراضي الخليجة من بوابة الشابب السعودية الذي يكون قد حقق صفقة مميزة بالنظر إلى القدرات التي يتميز بها المهاجم الجزائرية الذي ينتظره مستقبل مليء بالجديد في ظل نسبة إمكانية النجاحة التي تسوي نظيرتها من الفشل وهو ذات الأمر الذي ينطبق على الدولي السابق جمال عبدونة الذي يكون في طريقه للالتحاق بالبطولة السعودية مهاجم الوفاق السطيفية الآخر مروان دهار حالة أخرى من الحالة المرتقة بأن تحط الرحال بالخليجة من بوابة الوحدة السعودية بطلب من مدرب النسر الأسود السابق خير دين مضوي هو الحال للنادي السعودية وهي اللفتة التي تؤكد قيمة اللاعب الجزائري هناك في مختلف البطولة الخليجية ولو أن الأمر يبقى في كل مرة غامضا بالنسبة للجانب الجزائرية صفقة أخرى من الصفقة التي توشيك على أن تتم تلك المتعلقة بلاعب النادي الإفريقية التونسي هشامب القروي الذي يكون قد تلقى عرضا من الشريقة الإماراتية عرض يبدو مغري ولا يرفض خاصة في ظل الوضعية الصعبة التي مر بها اللاعب مع ناديه التونسية وهو الوطر الحساس الذي يسعى الإماراتيون لللاعب عليها ويبقى أن نقول بأن سيناريو قبر المواهب الجزائرية في الأراضي الخليجية هي تكرر مرة أخرى وإن كان هناك مستفيدة فإنها أكيد الكرة الخليجية على حساب الجزائرية ترجمة نانسي قنقر